السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير ومسا سعيد على الجميع يا رب مما يطلبه الإنسان في يومه وفي حياته عموما صفاء الذهن وصفاء الذهن هذا يعني نعمة من الله عز وجل أسم الله أن يزقنا وإياكم إياها مع مشاغل الحياة ومع ضوطات الحياة قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الصفاء فما بالك لما يكون أصلاً ذهنك مشغول بأفكار سلبية ووساوس وضغط يكاد يكون صفاء الذهن من الأحلام عند البعض طبعاً فما يعني فوق هذا كله هو يشغل ذهنه هو أصلاً الأفكار ضغط عليه يشغل ذهنه بالأخذ والعطى وضغط هذه الأفكار والتفكير فيها فيزيد الطينبلة ويصبح حياته كلها ضغط وعقله وعقله يا أحبة يصبح مشغول فمن باب أولى ذهنه لا يستطيع أن يكون في مرحلة الصفاء أو على الأقل قريباً منها بعد تأمل تأمل الشخصي وكثير من الحالات التي تمر عليها والضغط الذي يصير عليهم كثير من المهارات التي كنت أقولها للبعض وجدت أنه من أكبر الأشياء التي تساعد على الوصول إلى صفاء الذين هذا للإنسان والشخص العادي يعني زائداً على ذلك من لديه ضغط أفكار سلبية من أكبر الأشياء التي تساعد على الوصول إلى الصفاء الابتعاد عن المؤثرات النفسية من أكبر الأشياء التي تبعث على يعني صح التعبير لعب النفس يعني عندك عواطف تزيد وتتألم المقاطع المسموعة ومقاطع الفيديو المؤثرة على النفس المقاطع الصوتية المؤثرة التي تؤثر على النفسية سلباً كالحزون والألم والفراق ناهيك عن الحكم الشرعي في بعضها يعني مثلاً الموسيقى الله عفين وياكم يعني هذه الأمور التي تبعث على الألم طيب؟ هذا شيء كذلك الأخبار المسموعة التي تبعث كذلك على الحزون تبعث على يسمونها الخروج عن الطبيعة العاطفية أنت عندك طبيعة عاطفية معينة هذه تؤثر كثيراً هذه من الأشياء المؤثرة كذلك من الأشياء المؤثرة كثرت السماع للأشياء الباعثة على القلق النفسي سواء كان قصص معين أو كذلك الدخول في الشجارات كل ذلك شيء مسموع مؤثر تبتعد عنها فترة بالنسبة للأمور المتعلقة بالأشياء المشاهدة الفيديوهات يعني من ينشغل بالأفلام وينشغل بالأمور التي تحتاج إلى تركيز شديد حتى بعض الأمور العلمية التي فيها تركيز شديد هذه تضعف عند الإنسان أو عفواً تؤثر على الجانب النفسي في معكس على جانب الذهن وصفاء الذهن هذان أمران مهمان وأنا وجدت الكثير لما أنصف بالابتعاد عن الأمور الصوتية أو الأمور المشاهدة ويكون فيها ما ذكرت لكم من شطط نفسي سواء كان حزن ألم فيها شيء من الفقد الفراغ هذه الأمور إذا ابتعدت عنها خاصة بموضوع الجوال يعني قنوات التواصل المليانة بالأشياء الفيديو والصوتية ابتعد عنها فترة ولو يوم واحد ستجد راحة وشيء من الصفاء الذي فقدته من فراغة طبعاً بيأتي السؤال ما البديل البديل لدينا أشياء كثيرة على الصعيد العبادي وهو الأول والمغذي للروح قراءة القرآن سماع القرآن الصلاة والسجود والدعاء كل هذه تريح النفس طبعاً فضل أن أصلاً أنت قربك من الله عز وجل هذا الحال يعني سمو للروح بعيد عن الأشياء النفسية الأمر الثاني كذلك المطالعة عن طريق الكتب ابتعد عن الأضواء هذه الأضواء الجوالات التي تتعب المطالعة للكتب الذهاب للأماكن المفتوحة النظر في مثلاً البر هذه الأيام كذلك الأماكن الجميلة كل هذه تبعث على الراحة تبعث على السكينة تبعث على الصفاء جرب بنفسك وشوف والله يعني يفرق معك كثير وتجد حتى اللي عنده أفكار سلبي تهدأ نفسه أسأل الله في السعر ورزقنا إياكم طمأنينة يا رب